إلى الآن توجد حراكات بين الكتلة السياسية ومنها الإطار التنسيقي للاتفاف على مرشح السيد الرئيس الأمورية ومعروف أن هناك خلافاً واسعاً حول هذه الشخصية بين الحزين الكرديين الديمقراطي الكردساني والاتحاد الوطني ودخل الإطار للتقاول أو للحوار بين الكتلتين من أجل التوافق على رئيس الجمهورية لأن موضوع تشتيت الكتل وموضوع الإنسداد السياسي يجب أن يتوقف ويجب أن لا يتم استهداف أو تشتيت الكتل لهذه الطريقة ومن أجل بعدين تصعب عملية تشكيل الحكومة ويعني اختيار السيد الرئيس الجمهورية والسيد الرئيس الجزراء لذلك من مصلحة الجميع أن يكون هناك اتفاقاً وبما أن هذا المنطق حسب العفل لساء البلاد هو للحزاب السيدية ذلك اليوم يسعى الإطار أن يتوحب الوطني على مرشق واحد من التسهيل العملية يعني عملية اختيار رئيس الجمهورية ثم اختيار رئيس الوزراء يعني جالي هنا لتعيض التنفيق بين الإطار وبين الأطلاف بيأكيار حول هذا الموضوع أستاذ عقيل التحالف الثلاثي يخطط لتمرير رئاسة الجمهورية ورئاس الوزراء في سلة واحدة في الجلسة البرلمانية المقبلة هل تعتقد أنه سيفلح في ذلك؟ يعني صراحة المعلم الأخوة في التحالف الثلاثي أنهم يريدون ازهاد بحكومة أغلبية تتفون من هذه الكتل الكبيرة الثلاثة لكن إلى الآن أعتقد يعني لم يتم يعني إكمال العدد اللي ممكن أن يقوط على السيد رئيس الجمهورية حسب رؤية الكتل الثلاثة يعني ما حصل يعني ليسأول عندما تم الصويت بيبيتين وثلاثة على فتح إعادة الترشيح يعني هذا هو شقل يعتبر شقل الكتل الثلاثة إذن لم يحصلوا إلى الآن على الميتين وعشرين يعني يحتاج لهم بعد يعني حوالي سبعة عشر نائباً من أجل الحصول على الميتين وعشرين لذلك أعتقد يحتاج الكثير يعني من المفاوضات ومن المناقشات حول يعني أن يكون هناك تلة واحدة للمر بها السيد رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية نعم إذن يبدو أن التحالف الثلاثي متجه إلى تمشية الأمور وقراره دون العودة إلى الإطار التنسيقي والاتحاد هل تعتقد أستاذ عقيل أن ذلك سوف ينجح وفي حال نجح التحالف الثلاثي هل هناك مخاوف من تداعيات سياسية يعني لا أعتقد هناك مخاوف سياسية من هذا الموضوع يعني إذا كان الأمور صارت في هذا الاتجاه يعني الأخوة في الإطار يعني هما طيلة الفترة الماضية عملوا وفق القانون وفق الدستور سواء لما اعترضوا على القرارات عندما كانت هناك تظاهرات لم يعني يؤذوا الصالح العام ولا المال العام ولا يكون هناك تخريب لكن طالبوا بحقوقهم من خلال قانون وهذه تعتبر ظاهرة بيئة وإذا أسلح التحالف الثلاثي بالمرور بدون الأخوة في الإطار فأنا أعتقد الإطار سوف يذهبون إلى المعارض ويكون معارضة إيجابية يعني تنافس في البرلمان حول خدمة المواطنين وحول تشريع المواطنين عفوا تشريع الانتخابات تشريع القوانين الخاصة بمصلحة المواطن والمواطنين وهذا عمل البرلمان بالحقيقة ولا أعتقد أن تكون هناك مشاكل يعني توجد على الساحة السياسية نعم بانتظار الجلسة البرلمانية المقبلة كل شكر لك عضو تحالف النصر الأستاذ عقيل رديني كنت معنا عبر الهاتف وأهلا بك دائما ترجمة نانسي قنقر